الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعيد المرضوم عليهم ولا الضالين آمين وقالت اليهود ليست النصار على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قرنهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله راسع العليم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين نهدر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وقالوا اتقذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قونهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لكوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وابتقوا يوما لا تجذي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عجل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قالوا من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارجق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله أكبر ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة